بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا الأبناء الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي هي طبعا عبارة عن فرد طبعا الأول من الدورة طبعا الأولى المادة الاجتماعية طبعا القسم الخامس ابتهاي طبعا وهذه الأسئلة طبعا توضع في الفروض نعم أتمنى لكم حدا طبعا موفقا نبدأ على بركة الله هالصورة الأولى تقول لنا الأسئلة تضعوا بمتها الفرد الأول أنقل العبارة التالية وأعبئ الفراغات طعم بما يناسب الكلمة التالية هذا عندنا الماضي التاريخ للأحداث ثم الحاضر يدرس سنختار الكلمة المناسبة السجل الزماني لماذا نعم ثم التي مضت خلال فترة معينة بعدها إن التاريخ حوار بين طبعا و وهذه الكلمات التي لدينا الماضي الماضي المضحوها التاريخ للأحداث الحاضر إذن سنضعوا كل كلمة في مكانها المناسب طبعا لا تنسوا الشراك فضلا وليس أمرا فضلكم حتى ندعموا القناة الثمانين الثاني أرتب الخطوات التي نهجوها المؤرخ لإنجاز عمله إذن عندنا اكتشاف الأحداث ثم تحديد موضوع البحث ثم تفسير الواقع والأحداث وتدوينها تدوينها التي يعتمدها أو ينهجوها المؤرخ طبعا لإنجاز عمله سنجيب على الأسئلة الآن هنا أضع علامة في في الخانة المناسبة إذن هنا هنا صحيح هنا خطأ هنا صحيح أو خطأ نعم تم اكتشاف الزراعة وتدجيل حيوانات في العصر الحجري القديم هل هي صحيح أم خطأ نضع في الجواب صحيح الحدث الذي يفصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية طبعا هو حدث الاختراك كتابة إن كانت صحيح نضع علامة هنا وإن كانت خطأ نضع علامة هنا نعم نمر إلى تم اكتشاف النار في العصر الحجري القديم تم اكتشاف النار في العصر الحجري القديم إذا كانت صحيح نضع علامة هنا وإذا كانت خاطئة سنضع علامة هنا نعم هذا بالنسبة الثاني ثالث نمر إلى الثاني الرابع قلنا أرتب المراحل الكبرى لعصور التاريخ من الأقدم إلى الأحدث نعم من الأقدم إلى الأحدث الفطلة المعاصرة العصر الحديث نعم العصر الوسيط العصر القديم العصر القديم نعم نعم الآن نمر إلى الثمرين الموالي والخامس أملأ الفراغ بما يناسب التعاقب التزامن التطور سبقه أن درسنا هذا التعاقب مفهوم التعاقب ومفهوم التزامن ومفهوم التطور نعم تقول لنا الكتابة المصرية القديمة واللوحة الإلكترونية عندنا كتابة المصر القديمة واللوحة الإلكترونية وهل هذا التعاقب أم تزامن أم تطور اختراع المطبعة ونشر الكتب عند اختراع المطبعة ونشر الكتب سنختار الكلمة المنازمة من محمد الخامس إلى محمد السادس هل هناك تطور أم تزامن أم تعاقب نعم هذا بالنسبة للتمرين طبعا الخامس سنمر إلى التمرين السادس قلنا أحدد أدواتي المؤرخ أحدد أدواتي المؤرخ إذن بعدما طبعا تجيبون تقارن إجاباتكم مع الإجابات التي أمنتكم بها الآن نعم بالنسبة نقول عبارة تالية أعبد الفراغات ما يناسب الكلمات الماضي التاريخ للأحداث يدرس التاريخ السجل الزمني للأحداث التي مضت خلال فترة معينة إن التاريخ حوار مستمر بين الماضي والحاضر بين الماضي والحاضر هذا بالنسبة طبعا للتمنين رقم واحد التمنين جوج إذن الخطوات التي نجو المؤرخ لإنجاز عمله الأولى تحديد موضوع البحث ما هو موضوع البحث ثم اكتشاف الأحداث فيقوم بجمع الوطائق والمستندات ويقوم فرزها وترتيبها أخيرا تفسير الواقع والأحداث وتدمينها إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة هذا بالنسبة طبعا التمنين رقم اثنان نمر إلى التمنين رقم ثلاثة إذن العلامة في الخلال المناسبة تم اكتشاف الزراعة وتجهيل الحيوانات في العصر الحجر القديم لا فقد تم اكتشاف ه في العصر الحجر الحديث تم اكتشاف في العصر الحجر ولكن شي قديم الحديث إذن خطأ الحداث الذي يفصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية هو اختراع الكتابة جيد هو اختراع الكتابة هو الحادث الذي يفصل بين عصور ما قبل التاريخ والعصور التاريخية تم اكتشاف النار في العصر الحجر القديم فعلا تم اكتشاف النار في العصر الحجر القديم وتم اكتشاف طبعا الزراعة وتربية المواشف وتجزيل حيوانات في العصر الحجر الحديث في العصر الحجر الحديث نمر إلى أربعة ها هي المراحل الكبرى للعصور التاريخ إذن العصر القديم يليه العصر الوسيط العصر الحديث وثالث ثم الفترة المعاصرة التي نعيش هي الفترة أو هي نعم الآن سنمر إلى التنمية الخامس إذن مفهوم التعاقب والتزامن وتطور عند الكتابة المصري القديمة واللوحة الإلكترونية أو الكتابة الألوحة الإلكترونية فهذا تطور وقع تطور كبير اختراع المطبعة ونشر الكتب طبعا لما تم اختراع المطبعة لنشر الكتب إذن هنا التزامن من محمد الخامس إلى محمد السادس فهنا تعاقب أو توالي تتابع نعم إذن أدوات المؤرخة التي يحتاجها هي المصادر المكتوبة طبعا كمخطوطات إسلامية المآثير الطاريخية وليلي اللقاء أي ما يجدونه في تحت الأرض الحفريات المصادر الشفاهية من الطرف أشخاص نعاش في الحدث أو شاركوا فيه والرقمية أشتريطة وثائقية أقراص مدمجة وغير ذلك طبعا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة لنا حصة أخرى طبعا تعلق بالجغرافية والتربية الأوضنية